مرحبا بكم اليوم رجعت لكم في الفيديو جديد من قناتي اسراء غامر اليوم حلا بلعبة بك اكس دي واليوم نزل ايميل جديد بعثوا لي ايميل جديد وتسريبات جديدة تسريبات نار شرار دمار عين باركور جديد جزيرة جديدة كثير اشياء جديدة فقبل ما نبلش اجماع هذا الفيديو نقرأ الايميل كلياتو ونشوف كمان الصور وكل الاشياء الجديدة ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة كمان حتي لايك لهذا الفيديو كمان ما تنسوا انكم تساولي فولو على تطبيق اليوني بلعبة بك اكس دي اسمي اسراء غامر رقم صفر 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 وكمان بالانستجرام اسمي اسراء غامر ايوا اسراء غامر عشرة وبس هيك فاتخي تخلي انه مبلش اوكي العنوان هو استعد لحفلة كهربائية حفلة كهربائية ايوا ان أيضا اقول ايوا ما قرأت الايميل ابدا شك فت بس حصور مشاهيك لحيقرأ أهلا معكم الإيميل قرأتوا طبعا بس بالإنجليزي هيك بعض فقراءات من الإيميل الكثير طويل بس اللي طبعا حيقرأوا معكم مترجم استعد لحفلة كهربائية للحيوانات الأليفة مرحبا إسراء جايمر جايمر مرحبا خلاص تعودت أنا صار اسمي أصلا إسراء جايمر بتعفوش معصح مرحبا أبدا ليهيك يعني بقول لي أصلا إسراء جايمر المهم ما علينا تقتربوا من نهايتها أمي يا جماعة قلت لكم نحين في التحديت بعد التحديت اللي هو التحديت اللي إحنا حاليا موجودين فيه فطبعا جواه خلاص إنه هالتحديت قرر بيخلص قرر بكثير يعني بيغضون تقريبا يومين أو ثلاثة أيام رح يخلص هاد اللي قالوا بي كيكست ف قرب مبعض شو صار لصوتي بس المهمة علينا شو صار أو ماي جاد وين وصلنا أيوا لكن مغامرتك على بيكا اكس دي قد بدأت للتو أو ماي جاد يعني النهاية تبع extreme vacation قربت خلص خلص بس المغامرات لسه ما بلجت هلأ رح تبلش بعد ثلاث أيام تقريبا يواء كثيرت حمسة أوكي قد بدأت للتو لأنه قريبا سيصل شيئا كنت قد قد شو هاد تكهنت ما بعض السلاحة أبدا شو هالكلمة بس ما علينا أعتقد إنه بتتوقع أوكي بس هيترجمت سيجمعه جوجل دايما زي هيك ما علينا بشأنه إلى عالمنا جزيرة جديدة أو ماي جاد أوكي قريبا سيصل شيئا كنت قد نقول كنت قد توقعته أو ماي جاد توقعت بشأنه أيو سيصل شيئا كنت قد توقعت بشأنه إلى عالمنا جزيرة جديدة يواء رح تنزل جزيرة جديدة لعالم بيكا اكس دي قريبا أنا سراحة كثير 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 من تحمسة أوكي سراحة كثيرة من تحمسة أعرف أكثر عن هالجزيرة هاي فاللي بنعرف هلأ هو أنه تحديث الإجازة خلص هلأ هاي بريلش تحديث جزيرة جديدة ووو ووو أخيرا 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 ووو كثير حسنا أوه قلن دائما أوكي هلأ بقع إن شاء الله يجمعها جزيرة يضيفوها ينضل دائما بالبيكيكس سراحة أنا كمان ما بعرف بشكل كي حتى لو سألتوني فأنا كمان بدي أقول لكم أنا كمان ما بعرف والله كيتمعرف لكيتقلتلك بس أنا ما بعرف لأنه إنها الجزيرة هاي فأعتقد رح تكون بس بالتحديث بس أما معنا خليك أما معنا نعم كل النظريات كانت صحيحة أوه يعني هذا هو معناتك هنت تنكهت ما بعرف إيش بس هم معناتها إنه كنت قد توقعت بشأنه أيوة زي ما ألتلك أنا إنه كانت عندك نظرية بشأنه يعني نظرية يعني POV يعني point of view يعني رأيك أو توقعك أو ما علن فأنا نعم كل النظريات كانت صحيحة يو يس 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 جزيرة جديدة إذا بتتذكروا أنا كمان في فيديو تبع صناديق تبع دريد بوي قلتلكون إنه بقدر تنزل بتقدر تنزل جزيرة جديدة صراحة فكر ما بتتذكر إذا قلتها بهذاك الفيديو أو بالفيديو تبع إنه قلتلكون توقعاتي للتحديد القادم إنه تحديد الصيف موعد نزوله وهيك فكي تزمع أعتقد قلت إنه بتقدر تنزل جزيرة جديدة أيوة قلت الإشي بسمعها في الصراحة بأي فيديو بس المهم طلع التوقع صحيح فأكي لكنني متأكد من أنه لا تزال هناك مفاجآت كثيرة في المستقبل يعني ما تزعلوا هوني أصدق إنه ما تزعلوا حتى لو توقعتوا إشي ثاني وما طلع صحيح فيلا عادي عادي لسه رح يصير بالمستقبل توقعاتكم رح تزير بالمستقبل إن شاء الله فمشارك أجمع لا تفقدوا الأمل وبس هل نكمل ويت ويت من قلنا فبعض فبعض شو صار لي أجمع راح الكلام من كثر الحماس وبعد كل هذا لم تكون مجرد جزيرة ما رح تكون بس جزيرة بس ستكون جزيرة الحيوانات الأليفة الكهربائية وات جزيرة الحيوانات الأليفة الكهربائية كيف يعني إيش وات اوه اوه نصدمت اوكي اوكي جزيرة اوكي جزيرة جديدة تبع الحيوانات الأليفة الكهربائية اوكي أعتقد هذا هو اسم التحديد هذا هو اسم الحيوانات الأليفة حيارات أليفة كهربائية وارف كيف رح يكون شكرهم رح يكون موبايلات يعني شحن وارف سراح دعنا نكمل مكان مخصص اوكي رح نكمل يا جماعة مشان نفهم تمام فمكان مخصص للمغامرات على أربعة أرجل أو جناحين اوه يعني هي حيوانات عادية عندها أربعة وأرجل او كمان في حيوانات عندها جنحين يقصدون الطيور اوكي الحيوانات صنفين يعني هي كثير أصناف صلاحة بس مور معلنا اوكي فااااااااااااااااااااااااااااا Aye Woo مع حيوانات أليفة حصرية إ هو penny حيوانات أليفة جديدة وعندها أربعة أرجal Banana لمن أتخاف معندها أربعة أرجال أنا لا أعمل إفي حيوانات عادية ضنيت هيك مبايلات مدري أي聽 وشحونة واشي زي كما هي كهربائية عرفت اوه ملابس جديدة ياسم ملابس جديدة يا جماعة صرت كثير 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 بحب ملابس بك اكس ديف رح تسألوني ليش يا جماعة لانه صرت عم صوي زيت صاميم يعني كل ما تنزل هيك لبس جديدة فعم حط تي شيرت طبعها مع عقم مع يعني بنطلون تاني وهيك يعني زي هيك بختلع لبس جديد وهيك كثير بحب هيك اصوي شخصية طبعي والملابس طبعها كل يوم صراحة كثير اشي ممتع فا ياس اخيرا ملابس جديدة ومعها العودتي المضفرة ومعها شو معناتها الصراحة بسمها من اللعبة اللعبة الصغيرة التي يحبها مجتمعنا حيوان اليف ايل القم ايل القم لعبة الاموجيات يا جماعة لعبة الاموجيات اللي كانت موجودة بالزيروغراف يا اوكي خلي جماعة نقرأ بسرعة هاي الفقرة اكيد انتو بتفهموا عربي مشاهيك رح نقرأها وبس بمزح بس ايوان طبعا مشاهدي جماعة نشوف الصور بسرعة كثرت حبسة اوكي ورب ما تكونوا قد خمنتها ذلك بالفعل لكن فقط في حالة عدم وجودك تذكر من المظهر الجديد لهذه النتيجة اوكي ايش كذلك ستكون حفلة لها اوكي هيك امن الختام وتعيش العديد من المغامريات وامكانيات لا نهاية لها بعد كل شيء يمكنك ايضا ان تصبح حيوان الاليف انا اصير حيوان الاليف واو واو اشي حلو هل يقصدون انه مشروب طائب يحولنا لحيوان الاليف او يقصدون انه بس هيك من من قلة الحيوانات الاليفة بس بملابسنا صراحة موعف شو يقصدون بس معالينا اوه كثيرا جين ناشنل جين زاشنل اعتقد هاي كلمة بيككس تخترعوها اعتقد انه اوه 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 هناك كثير في جزيرة الحيوان الاليفة لا يستطيع ان اخبرك اوه ما بيقدروا يقولوا لنا عن كل شي فلسه في تسريبات فيه لسه اشياء جاية يعني هاذ البركور يا جماعة فكري هاذا اللعبة الاموجيت رح تنزل بهذا الاسبوع هاد يا جماعة ترقبوا بهذا الاسبوع بيككس تخبروني هاذ الاشي شو ما تقولوا ولا حدا تمام فكمان يا جماعة اه شو كم عم بدي اقول ايوه وقالوين هذين شفتوا انه ما بيقدروا يخبرونا بكل شي فلسه أشياء كمان رح يرجعون الأسبوع الجاية يخبروني كمان بتصريبات جديدة يوه كثير متحمسة فهلا خليتوا عن روح نشوف الصور لعنا طبعا ثلاث صور فلا تسقوهم مشان إنه نشوفهم هاي طبعا هي الصورة الأولى زي ما كو شافية بتعبر عن لعبة الإيموجيات بتشبه كثير جمع لعبة الإيموجيات طبعا Zero Gravity نفسها بس هالمري عوض الإيموجيات رح يكونوا هيك حيوانات أليفة وليكو جمع هيك فرج وووو كثير بتحبسي جمع ووووو كثير بتجنن اوكي تاني صورة عنا هي هذي هاي أعتقد بتمثلي عني هيك اللوغو والإشارة طبعا هدو الحيوانات الكهربائية وصراحة كثير بتحبسي لهذا الإشي لي كلونها زهري كمان رح شارك معكو جمع صورة سرية عفكر أول شي شوفوا معي هالصورة هاي طبع اليونيكون واللبس السراحة كثير بتحبسي وهلأ زي ما قلت لكم رح طلع لكم صورة سرية من آدمين آدمين اسمها نينا أروكسي نسيت أعتقد نينا أيوه هلما خلا شوفوا جمع صورة لما شفت جمع هذو الصور فيهم هيك اللون الزهري تذكرت صورة هاي الآدمين هاي بعثت لنا إياها مو زمان بس المهم رح بجيكم هلأ الصورة وانتو يا جماعة خبروا لي شو رأيكم شوفوا جمع هاي الصورة اللي بعثت لنا إياها الصراحة ما فهمت منها ولا إشي بس لك الحيوان الأليف اسمه بمعنى أنه درج وكمان الدرج اللي هي آدة عليهم لونهم زهري ولون شعرها لونه زهري وهي بالعادة شعرها مانو زهري وصراحة شعرها بس المهم انتو جمع خبروني شو توقعاتكم صراحة كثير وبس طبعا هيك رح نخلص هاد الفيديو خبروني تحت التعليقات شو توقعاتكم بالنسبة لها آخر شورة اللي فأجلزه لكم ياه كمان جمع أنتم تحمسين والله صراحة أنا كثير متحمسة مش هاجزة الجديدة مش هاجزة الجديدة مش هاجزة لعبات الإيموجيات مرة ثانية لأنه كثير شتقت له هديك اللعبة وكانت كثير متجنين وهالمرة كثير متحمسة لأن هالمرة رح نلعبها يعني لا كلاعبين يعني متوحدين عرفتو؟ موتو موتو يعني أمهم فهمتو شو قصدي يعني مو متفرقين ومنافسة هيك ما بين فريقين الحمد الله هالمرة هيك يعني فريق واحد لأنه يا جماعة كلنا اللعبين بكككستي فريق واحد بس بتحديث زيرو غرافتي أرروا أنه هيك يفرقون لفريقين وتنافسوا هيك وصارت كثير يجمع أشياء يعني مو حلوة صراحة بهذا التحديث لأنه هيك صار في شوية كرهمة بين فريقين وكثير أشياء أمم كلها الأشياء كانت بالماضي بزيرو غرافتي بس طمعيك أخلص بحبكونا كثير وحطوا لايك واشتركوا كمان باي